اختتمت في منطقة موريس بمحافظة الضالع فعاليات المراكز الصيفية لطلاب وطالبات التعليم الأساسي بحفل فني وخطابي أقيم في قرية الجرب بحضور مدير عامي المديرية شيخ محمد أحمد الزيدي ومدير إدارة التربية والتعليم ومدير مكتب المقاومة الوطنية بمحافظة إب كامل الخوداني وفي ختام الحفل كرم مدير عامي قعطبة المبرزين من الطلاب والطالبات إضافة إلى توزيع الشهادات التقديرية للمعلمين والمعلمات وشخصية الاجتماعية الفاعلة وكل من أسهموا في إنجاح فعاليات وأنشطة المراكز اشتركوا في القناة